اهلا بحضرتكو من جديد والنهاردة احنا على موعد مع مباراة شعرها الهروب من القاع اللقاء بيجمع بين الداخلية والمقاولون العرب في تمام السادسة مساء على استاد السلام اللقاء زي ما احنا شايفين يكون الساعة 6 طبعا على استاد السلام وزي ما قلنا هو الهروب من القاع الفريقتين في المركز الاخير والقبل الاخير كل فريق امله 3 نقاط علشان ياخد 3 نقاط يبني عليها لمرحلة اللي جاية عندك مثلا الداخلية صاحب الملعب النهاردة في لقاء اليوم في وضع يعني ما يحسدش عليه تماما في المركز الـ 18 ولعب 23 لقاء جمع منهم 12 نقطة فقط مش بس كده ده غير تقريبا 6 مدرين فنيين وفاز في لقاء واحد بس في الدوري وكان اول لقاء على امبي طب لو رحنا للضيوف النهاردة المقاولون العرب الموجود في المركز الـ 17 والقبل الاخير مقولين مع 16 نقطة لعب 22 لقاء متهالي الكلمتين اللي فاتوا دول ومعلومتين على فكرة النقاط وفكرة ده في المركز الاخير والقبل الاخير بيبين قد ايه هيكون لقاء النهاردة قوي لقاء هيكون فيه تنافسية جديدة جدا من الداخلية ومن كمان المقولين الداخلية عايز يكمل ويفوز بشكل كبير ملعب ملعب بيترو سبورت عايز يكمل فيه وعايز يبني على نقاط مهمة للموسم القادم ويفضل موجود في البقاء مع الكبار للموسم القادم مراكز الفرقتين وعدد النقاط بتعكس عدد الانتصارات عندنا الداخلية زي ما قلت لحضراتكم فاز في لقاء واحد وكان على حساب MB في الجولة الاولى طيب ما قولين العرب فاز في كام لقاء ما قولين فاز في ثلاث لقاءات فقط حتى الان كان على حساب طلاق الجيش وجونا وزد FC يأمل النهاردة الداخلية ليكون الفوز التاني ليه والمقولون تأمل يكون الفوز النهاردة الرابع ليها طيب مواجهة الدور الاول بين الفرقتين في الجولة التمنى تحديدا انتهت بايه؟ انتهت بالتعادل السلبي ولكن كان بيدير اللقاء مدربين مختلفين كان مقولين وقتها بيديروا كابتن شوقي غريب وكان كابتن هيسم شعبان موجود مع نادي الداخلية تاكي مواجهة النهاردة من على الخطوط مختلفة تماما بين كابتن عيب مرزيق لده اللقاء التالت ليه اللي تعادل في اللقاء وتهزم في اللقاء وعايز النهاردة يعمل النتيجة الإيجابية اللي هو وكل كتيبة الداخلية تأمل لها كابتن معتم الجمال اللي ماشي على سطر ويسيب سطر فيه تعدلات فيه فوز ولكن عايز يعمل اللقاء جيد جدا ان الاتنين مدربين كل واحد فيهم عنده بموح كل واحد فيهم شايف ان اللقاء النهاردة على الورق بست نقاط انت بتلاعب فريق من الفرق اللي بينفسك بتلاعب فريق من الفرق اللي انت عايز تبعد عنه وعايز تعديه بشكل كبير عايز تفوز النهاردة عشان توصل لنقاط أفضل وزي ما اتكلمنا على الترتيب عندك الداخلية 12 نقطة لو فاز يبقى في المركز الـ 15 الفرق آسف معاه 15 نقطة يكون الفرق بينه وبين مقولين نقطة واحدة النهاردة مقولين لو فاز هيكون 19 نقطة ويقرب لفرقه اللي معاه 21 نقطة عندك مقولين آخر اللقاء ليه تعصر وده يعني حاجة ما كانتش بالنسباله لطيفة تعصر بتعادل كان موجود مع فرقه واحد واحد والداخلية تعصر مع البلدية وبلدية فازت واحد صفر ويمكن ده من اللقاءات اللي كانت برضو مش أفضل حاجة للداخلية البلدية من الفرق برضو لكذا عايز تهرب من حتة الهبوط في حسنك تخسر منها ده كان صعب ولكن هنا عندك المقولين وفرقه اللي اتنين عطلوا بعض بشكل كبير جدا عندك موجهة اليوم تعتبر فرصة أخيرة لعودة كل فريق ليفضل ويكمل في دوري ناير كل واحد فيهم عنده دوافع كبيرة جدا الداخلية أو المقاولون العرب كل فريق من الفرق بيصعى في شكل كبير يمكن اللقاءين اللي فاتوا أو الجولة اللي فاتت اللي استفاد منها فقط من اللقاءات كان بلدية المحلة لما قدر يفوز على الداخلية واحد صفر قدر يقفز على طول المركز الخمستاشر ويكون معاهة 22 نقطة تعادل فرقه وتعادل مقاولين خدم البردية في شكل شكل كبير أكتر حد خرق قصرا من الجولة اللي فاتت كان الداخلية هل هيكرر الداخلية مع كابتن عيب مرزيق نفس السيناريو النهاردة ولا هيكون عنده سيناريو تاني عايز يعمل فوز ما حصلش مع الداخلية من الدور السنة دي غير مرة وحدة فقط وخلاص دي الجولة الخمسة وعشرين يعني متبقية أقل من عشر جولات لازم يحق نتيجة إيجابية وزي ما قلت لحضراتكو فرق قاع فيها منافسة شارسة جدا هيكون في كلام فني كبير جدا في الستوديو التحليدي هيكون معاكو الزميل العزيز أحمد خيري بعض الفاصل استنونا